السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله كراءة جديدة بحصرية على القناة كموليد بورج الكوس حبايب قلبي صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام كالطرف الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر بورج الكوس اي حاجة عايزينها تظهر معانا في كراءتنا النهاردة رددها ببالك مرتين وحط النية بتاعتك وان شاء الله باذن الله كراءة الملح الروحاني تجاوب على كل الاسئلة بتاعتك وانشوف الامنيات بتاعتك فيها ايه لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا تبيعة ولا وسواس ولا اي مشكلة عندك يا بورج الكوس بتعاني منها اول تعليق على الفيديو هتلاقي لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاج الشافي لحياتك يلا صف النية وركز معايا في كراءتك وان شاء الله باذن الله يكون عندك اخبار حلوة يلا يا بورج الكوس الصلاة على الحبيب واثبت لي وجودك وانشوف جيش بورج الكوس يستاهل الكراءة دي ولا لا عايز اقولك ان انت مش هتنجل ابدا لو كملت الكراءة للاخر اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد مظلومين حاليا انتو مظلومين حاليا انتو غلطتوا غلطة واحدة بس قرار غلط ندمانين عليه بسم الله ماشاء الله اول حاجة انتو اتخنتوا انتو بتتخانوا انتو اتظلمتوا خاب زنكم او تعبتوا حاليا انتو تعبنين حاليا انتو تعبنين نفسيا عندكم علاقة مع الابراج الطرابية او عندك كلام بينكم او بين حد من الابراج الطرابية عندك كلام عندك حيرة عندك دوامة داخل فيها لوحدك خلي بالك انتو من صغر سنكم وانا دايما اقولكم ان انتو شايلين مسئولية من صغر سنكم وانتو قلبكم مكسور كل ما بتقول هانت بترجع اسوأ ما كانت مفيش علاقة عندك بتكمل ابدا سبب المواضيع دي ايه سحر سبب المواضيع دي ايه سحر ايوة عندك سحر السحر دا بوقف الحال السحر دا وقف حال لحياتك وقف حال عن شغلك وقف حال عن حياتك العاطفية بالخص وفي حد عملهولك والحد اللي عملهولك دا واحدة سنة والست بقص من حد يعني حد هو اللي مسلطها الست دي خبيسة هقول لك ثلاث حروف من اسمها وانت تعرف مين هي هقول لك ثلاث حروف وانت تخلي بالك عندك حرف السين وحرف الحا والرق ثلاث حروف دول ممكن يكون في اسمها حرف منهم خلي بالك عشان كراءتك دي قوية جدا الكراءة دي هتقول لك كلام كتير جدا علشان دي النية انت حليم بتقول مين هي اللي عاملها للسحر السحر اللي معمول لك في اسمها ثلاث حروف والشخص اللي مقل وراها او الشخص اللي مصلتها او الشخص اللي مخليها تخلي الست دي تعمل السحر في اسمه في اسمه مش تلات حروف حرف من التلات حروف دول الحا او الميم او الدال تلات حروف دول من اسم يعني خد حرف منهم في اسم الرحاد دي الكراءة بتاعتك قوية جدا وهتطلع فيها كلام كتير جدا يخص حياتك خلي بالك ان انت عندك طاقة فرق وطاقة خير عندك هنا حرف الواو حرف الواو موجود في حياتك واقع عليك منه ازا حرف الواو ده واقع عليك منه ازا وظلم وحرف الالف خانك وقصر بخطرة خلي بالكم من حاجات دي عندك اخت الاخت دي حكودة وغيارة وبتلعب على الطرفين الاخت دي بتاعت مشاكل الاخت دي مش حبالكم الخير زي ما هي مبينة ولو هي مبينة قدامكم ان هي حبالكم الخير هي من وراكم تعبان كبير بيلف حوالين رقبتكم او مش تعبان بتحاول تتكلم عليكم كتير انتو طيبين جدا بتتعاملوا بطيبة بتتعاملوا بحب بتتعاملوا بحنان بتتعاملوا باستغلال بيستغلوكم من كل الاشخاص واكتر اشخاص بتستغلكم مشاعر او حب او فلوس الابراج الترابية تلات ابراج الترابيين لو عندكم حد منهم دي الاحسن ان انتو تحاولوا توزنوا علاقتكم في الحياة علشان الامور تختلف بشكل كبير اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد حصل عندكم خطوبة اكتر من مرة حصل عندكم ارتباط اكتر من مرة وما فيش علاقة كملت او ما فيش ارتباط كمل ما فيش حاجة اكتملت في العلاقات العاطفية ممكن تكون اتخطبته اكتر من مرة ودايما بيحصل فشل فيش استكمال بسبب العراقيل اللي في حياتك عند الخطوبة الايام اللي جاية او فيه تعارف او فيه كلام حد هيتكلم عليك فيه شخص قادم لحياتك والحد ده هيكون خير ليك الحد ده هيتم موضوعكم على خير ان شاء الله باذن الله علشان انت ناوي تطلع ناس من جديد في حياتك خلي بالك ان انت الفترة دي هيحصل عندكم سفر مفاجئ هيحصل سفر مفاجئ فجأة كده التليفون هيرن فيه مناسبة او فيه موضوع الله اعلم بس هيحصل عندكم سفر مفاجئ ومش هيكون لترتيب خالص وفيه عزومة حد هيتصل بيك برضو هيعزمك على مناسبة مناسبة او هيبقى اكلة او خروجة الله اعلم بس فيه مناسبة هتتعزم عليها وانت هترفض ليه هترفض علشان الفترة دي فيه مشاكل كتيرة جدا بينك وما بين نفسك الفترة دي انت حيران وتاية بتصحى من النوم مصدع بتصحى من النوم مخنوق مش عايز تتكلم مع حد حتى الشغل بتاعك كره ومش عايز تكمل فيه ولا عايز تشتغل فيه وده كله بسبب العيون انت لازم فورا تحصن نفسك اول با اول ولو عندك سحر لازم تعالجه لازم تخرج اي صدمة من حياتك قرار قرار غلط انت خدته ندمان عليه لحد الان فيه حاجات لحد الان انت ندمان عليهم او ندمان على امور ندمان على قرارات انت خدتها فيه حاجات انت بتمشي فيها ساعات غلط بسبب العند بتاعي انت شخصيتك قوية جدا ما بتحبوش حد يسيطر عليكم بتكرهو جدا الكيود وجرد ما بتحس انه فيه حد ممكن يسيطر عليكم او يعمل عليكم شخصية بتنسحبو من حياته وتطلعوه عشان ما بتحبوش الكلام كتير جدا في حياتكم اشخاص هادين جدا دايما بيدورو على الامان وعلى راحة البال بتدورو دايما على الاستقرار بتدورو دايما على الحب والاحتواء وده طبعا الاحاجات دي انتو فقدينها خالص بسبب ان كل شخص بيدخل حياتكم انتو بتحطوه في مكانة ما يستهلهاش يعني بتحطوه بتدوه حب كبير بتقفوا جنبه وممكن تساعدوه وممكن تيجوا على نفسكم علشان خطر الشخص ده وصدقوني في الاخر الشخص ده ما بيستهلش وهو اللي بيخنكم وبييجوا عليكم ومش كده وبس كمان دايما انتو بتتظلموا منه وبتقولوا يا ريت اللي جرى ما حصل صح ولا غلط قلتوها كم مرة في حياتكم الايام دي من اكتر الفترات اللي انتو بتتحزبنوا بتقولوا حظبنا الله ونعمل وكير بتتحزبنوا كتير في اشخاص حواليكم واكتر ناس بتتحزبنوا فيهم هي الابراج الطرابية عندك ست خلي بالك الست دي وصيّرة وامحوية الست دي حقودة ممكن تكون بتلبس نظارة او بتلبسة يعني في ايه مقيم بقي ان هي لابسة نظارة او بتشتكي من عينها الله اعلم الست دي حقودة فيها غل فيها غل كبير جدا ازا كانت ام الشريك او حد من الجنان الله اعلم الست دي مع الدية الخمسين سنة حقودة وغيّرة وعشان كده الفترة اللي جاية هيكون عندك فترة راحة علشان انت هتكتشف حاجات كتيرة جدا في حياتكم هتطلعكم من اي مشكلة انتو بتمر بيها او من اي صدمة انتو بتعانوا منها الفترة دي الفترة دي من اجمل الفترات اللي هتحطوا النقط على الحروف وهتربطوا احداث ببعض وهتطلعوا حاجات كتيرة جدا من حياتكم علشان انتو نويين نويين تغيروا وطول ما انتو نويين تغيروا صدقوني هتطلعوا من كل الصدمات اللي انتو حاليا بتعانوا منها ولو خاب ظنوكم اكتر من مرة يبقى المشكلة فيكم انتو انتو اللي بتتسكوا انتو اللي بتدوا انتو اللي بتبتيجوا لنفسكم من اجل رضاء ناس ما تستهلش حية حية عندك بتتبدل الوشوش بتتبدل الالوان الحية دي ممكن تكون مرات اخ مرات اخ حكو ده مرات اخ مش لطيفة شعرها طويل وبشرتها امحوية وهي طويلة لو عندكم المواصفات دي خلوا بالكم منها تكونوا حرصين من ادك التفاصيل اللي في حياتكم ومن كرائتكم وتركزوا فيها كويس جدا اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد عندك تجمع عائلة تجمع كلام تجمع لم شم الله اعلم انت رميت الشبكة بتاعتك وناوي تحصب بقى حاطت رجلي على رجل وقلت خلاص زي ما هتعملوني هعملكم زي ما هتئذوني هأذيكم انا موعدت شرحة لحد بدأت تتغير من نفسك ما بقيتش زي الاول ابو قلب طيب ابو قلب حنيل لا بدأت تتغير من نفسك بشكل كبير جدا والفوضى اللي انت كنت عايش فيها الفترة اللي فاتت دي بدأت برضو تغيرها ما بقيتش زي الاول بدأت تعمل حاجات مختلفة بدأت تتغير من نفسك بدأت تشوف حاجات تشوف ايه الحاجات اللي نقصاك وتمشي عليها عندك طريق انت مختاره والطريق ده حلو الطريق ده طريق خير في حياتك انت بقالك مدة عندك حال واقف بقالك مدة مخنوق ومداية حتى كنت كاره الاجتماعات او كاره اللقاءات اللي بينك وما بين حد فلو انت انتبهت الامور كويس جدا هتطلع من اي مشكلة انت حاليا بتعاني منها خلي بالك ان انت لو مسكت على فلوسك شوية الامور عندكم هتتحسن الامور عندكم هتتزبط احب ابشركم تاني دي من اكتر الفترات اللي انتو نويين تشتروا نويين تتعلموا نويين تدرسوا بعض منكم عايز يتعلم السواقة البعض منكم بيشتغل علشان في هدف معين في دماغهم اللي عايز يجيب شقة اللي عايز ينجح في دراسه الله احلام بس انتو نويين تغيروا الاقدام بتاعتكم ونويين تغيروا اي خطة في حياتكم اتجاه الشريك نفور نفور غير طبيعي مش عايزين تتكلموا مع بعض وفي طرف تالت بيوصل كلام ربط احداث ربط احداث بعراقيل كتيرة جدا فخلوا بالكم من نفسكم وكونوا حرصين وكونوا يعني متقلقين بشكل غير واضح وكونوا حرصين جدا واحذروا لي من سلفة سلفة حكودة غيارة لو انت عندكم سلفة ففي سلفة هنا حكودة غيارة وفي حد بوشين بيلعب على كل الاطراف لازم انتوا تكونوا متقلقين وواصفين من كل خطواتكم اللي عندكم في حياتكم علشان لو انتوا فضلتم مسلمين صدقوني هتتخانوا على طول ومش هفيش هيبقاش فيه نجاح بس عشان خاطر انتوا هتكونوا هتحطوا رجلكم على ارض صلبة هتحطوا رجلكم على امور مختلفة في حياتكم هتوصلوا للهدف اللي انتوا عايزينه ومش كده وبس كمان ده عندك نجاح في مواضيع نجاح في مشاريع نجاح في حاجات كتيرة جدا هتنجحوا فيها الفترة اللي جاية وبإذن الله هتحصلوا على حاجة معينة فحياتكم هتجبر بخاطركم ان شاء الله اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد طيب عندك مكالمة تلفون جاية لك في مكالمة أو فيه لقاع عاطفي رجوع حد من الماضي عايز يرجعلك الله عالم انت ناوي وطول ما انت ناوي هتغير بس اليومين دول انت عندك وجع في معدتك غير طبيعي اليومين دول حرفيا بتعاني من وجع في المعدة بتعاني من ألم في الرجلين والصداع المستمر اكتر مشكلة عندك هي فلوسك المتبخرة بس فيه سر فيه سر عندك متداري ولسه ما تكشفش السر ده خلي بقلك لو تكشف انت ممكن تخرب الدنيا انت ممكن تهدوا البيت على اللي فيه السر ده متداري عليكم لا اما فيه حد بيجذب عليكم الله اعلم بس انت بتفكر فيه كمان هنا ورق هيخلص والورق ده هيكون خير ليه ورق هيخلص من صلحك انت او حاجة هتتيسر من بعد الدير اللي انت كنت بتمر به الفترة اللي جاية خلي بالك ان انت هيكون عندك تعويض في دهب تعويض في فلوس تعويض في مواضيع كتيرة جدا انت خسرت فيها الفترة اللي فاتت او انت خسرت انتو مسلفين حد فلوس ولا نويين تاخدوا من حد فلوس الله اعلم فيه كلام يخص فلوس عندكم لو انتو لكم عند حد فلوس فصدقوني مش هتاخدوها علشان انت اديتوها سلفته حد بياخد الحاجة ما بيردش الفلوس بفيه اتصالات فياريت عوضكم على ربنا عشان خاطر انتو بتغلطوا وبتمشوا من دماغكم ما بتاخدوش رأي حد في حياتكم وده غلط لازم تسمعوه ويا ريت من الايام اللي جاية دي تتعاملوا في حياتكم بدقة اكتر بطريقة مختلفة يعني تتعاملوا بدقة بإقلامية أكتر بسقة أكتر تتعاملوا بالتلقاء أكتر تتعاملوا بحاجات كتيرة جي تغيروا من نفسكم الفترة اللي جاية أنا عايزاكم تتغيروا 180 درجة وتيجوا تكتبولي في الكومنتات تقولولي إحنا فعلا نتغيرنا إحنا ببئيناس زي الأول ده اللي مطلوب منكم علشان الاستغلال من كتر طيبة قلبكم هو اللي موقعكم في مشاكل طيبة قلبكم هي اللي بتخلي الأشخاص تستغلكم وتضحك عليكم ويقول لكم إحنا عايزين المساعدة وهما أصلا ما بيكونوش عايزين المساعدة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد طيب بص انتوا هنا عندكم خبر والخبر ده انتوا في انطاقة انتظار لي مستنيين أو بتدوروا الله أعلم بس انت فاكت انتوا فاكدين حد عزيز على قلبكم في حد كنت بتحبوه توفى أو في حد في خانة أو في ديئة في حد عندكم بيعاني من مرض الله أعلم في عندكم حد بيعاني أو انتوا بتعانوا بتعانوا من حاجات كتيرة جدا في حياتكم اليومين دول في هنا صديقة والصديقة دي خانتكم وهتيجي تطلب منكم السماح او هتكون نوية عايزة ترجع لكم تاني هتكون انيتها سليمة اتجاهكم بس ما تقامنوش لحد زي الاول يعني هي هتكون فعلا رجعة وندمانة بس ما تقامنوش لحد يعني حد زي الاول في حد بينكم ما بينه بلوكة على السوشيال ميديا البلوكة ده خلال كم يوم هيتفك ان شاء الله باذن الله وهيبقى فيه كلام بينكم بينكم وبين حد بينكم وبين الله بس البلوك ده مية في المية هيتفك وهتيجوا تبشروني بره عندك كمان كلام هتسمعه انت عندك وحدة عملة صديقة وعملة حبيبة بتيجي تقعد معك تسحب منك الكلام وتطلع توزعه بره توزعه على الجمهورية وعندك وحدة ست بتتكلم كتير جدا بتحب تتكلم كده طول ما هي قادة تتكلم وتتدخل في اللي ملهاش فيه وتحب تعرف تفقدك التفاصيل اللي في حياة البناء أدمين وهي تلاقيها كده شخصية عاملة زي الإزاعة بالزبط ما بتحبش تداري ولا تكتب فيارت تخلوا بالكم منها وقدامها ما تتكلموش عن أي حاجة تخص حياتكم حتى لو انتوا عايزين تعملوا أحاجة قدامها برضو ما تقولوش ان انتوا عايزين تعملوا عشان بسبب الكلام اللي عليك والنقل كتير انت بتعاني من دي بتعاني من خنقة حس انه ما فيش تأسير في المواضيع بتاعتك حسس ان الدنيا كلها جاية عليك وان انت بتعاني من أمور كتيرة موقفة حياتك أو عملالك عراقيل عملالك مشاكل الله أعلم في كزا حاجة أو في كزا ضربة انت خدتها حاليا بتعاني منها حصل عندك مواجهات أو لسه هيحصل مواجهات والمواجهات دي انت اللي هتطلع منها كذبان هتطلع منها منصور ليه؟ علشان عندك امضة عندك وسيقة وخلي بالك كل الشخص اللي ظلموك وأحبطوك في يوم من الأيام هيرجعوا لك الفترة اللي جاية وهيبقى في كلام بينكم ليه هيبقى في كلام بينكم؟ علشان خاطر انت هتوصل للهدف وهتوصل للحلب وفترة من الفترات هتغير من نفسك بطريقة كبيرة جدا كرأتك كلها مباشرة باسم الله ما شاء الله عليك اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد طيب الفترة دي انت ناوي الانفصال ناوي تنفصل عن الشريك أو ناوي تبعد عن الشريك علشان حسيت ان هو مش مناسب ليك حسيت ان هو شخص انت تخدعت فيه شخص انت تظلمت فيه لو انت ناوي على الانفصال ياريت تفكر كويس جدا علشان ما تندمش بعديك فكر كويس جدا في القرار الصح واطلع في الطريق الصح ولو كان فيه حد بيحاول يستغلك فياريت ما تسمعش كلام حد وحاول تهدي اعصابك الفترة اللي جاية علشان خاطر انت اليومين دول عصبي عصبي جدا وما لمحك بدأت تدبل ما بقيتش تهتم بنفسك رغم ان انت كانت اولاياتك الاول هي اهتمامك بنفسك وهي ان انت ازاي تسعد نفسك حتى لو مش فيش حد في حياتك هيسعدك بس الايام دي انت مهمل في نفسك جدا الحسة السادسة هي اللي هتخليك تربط الاحداث ببعضها وهي اللي هتخليك تحط ايدك على الزرار وتبعد وتقطع وتمشي وتهرب من اي حاجة بس فيه موضوع شاغل بالك والموضوع ده مخلي دموعك على خدك يا هلتر ايه ايه الموضوع اللي شاغل بالك قوي كده ودموعك على خدك بسببك انت من الشخصيات اللي ممكن دموهم يتحرق فابسط من ثانية ثانية كده تلاقي تحويل 180 ضرورة ليه علشان قلبك طيب ليه علشان حزك قليل ليه علشان معمولك سحر وقف الحال فياريت تهدي نفسك خالص اللي انت في ده كله سببه سحر وهتفتكر الكلام ده كويس ممكن البعض منكم يكونوا راح المشايخ البعض منكم راحوا المشايخ اللي قال لهم سحر مدفون اللي قال لكم سحر مشروب اللي قال لكم كلام كتير جدا والحد الآن وفي ناس ممكن تقول لكم كمان فقهوا لكم وما فيش اي نتيجة فياريت تخلوا بالكم وتحصنوا نفسكم اول باول طول ما انتوا عايزين تتعالجوا من اي حاجة يبقى عليكم على التحصيم الاول وعلى نية العلاج وطول ما في نية العلاج ربكم هيشفيكم باذن الله وهيطلعكم من اي مشكلة انتوا بتعانوا منها او من اي حاجة بس عايزاكم كمان تعيدوا حساباتكم وتعيدوا اي حد موجود في حياتكم وتعرفوا الاشخاص دول موجودين ليه وعايزين منكم ايه وايه الحاجات اللي ممكن يقدمها لكم في وقت من الاوقات انتوا تحتاجوها والاشخاص دول هيفضلوا لحد امتى ممكن يكونوا كذبين ومنفكين في حياتكم طول ما انتوا متقلقين ووسكين من خطواتكم هيكون عندكم نجاح لامع بإذن الله والست اللي وشها مدوم وعنيها ايه تحس ان عنيها زائغة كده هي صغيرة في السن والشعم دوه وبشرتها امحاوية خلوا بالكم منها علشان خاطر دي دايما بتقفل عليكم كل الببان حتى لو كانت خير طيب اليومين دول في حسد شديد حسد شديد انتوا بتعانوا منه علشان كده زي ما قلت لكم الفلوس متبخرة او او في مشكلة تخص الفلوس عندكم في مشكلة تخص المال عندكم كونوا حرصين على المال بتاعكم علشان خاطر انتوا بتعانوا من وقف الحال بتعانوا من ضغط نفسي مسبب لكم مشاكل اليومين دول من اكتر المشاكل اللي عندكم الديق والخانقة اللي بتجيلكم من غير اي سبب او من المشكلة اللي بتظهر في حياتكم فجأة كده الامور بتتبدل فجأة كده الامور عندك بتبقى فيها عكسات بتبقى فيها اختلافات الفترة اللي جاية دي هيكون فيها بعض الراحة لحياتك او من بعض الانطلاقات الحلوة اللي ممكن تفعلها او ممكن تخدها في حياتك باذن الله هيكون فيه كمان قرار مهم الكرار ده هيتوقف حياتك عليه بمجرد ما هتاخده هتمشي في الطريق الصح او هتعمل خطوة جديدة في حياتك خطوة ايجابية باذن الله انت طول ما انت ناوي على الخير مش هتلاقي غير في حياتك خير طول ما انت مستني خير هتلاقي برضو ان انت منتزره خير بس انت صابر صابر ومتكل على ربنا مش متكل على العدل متكل على الله فقط لغير وعلشان كده الراحة دايما هتكون من حياتك مع الاستقرار الكامل لأمورك بإذن الله اوعى تتنلفز في وقت حد ممكن يعصبك فيه حاول تهدي اعصابك الفترة اللي جاية ولو عجبتك الكراءة انزل وقللي في الكومنتات ولو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا تبيعة ولا وسواس هتلاقي لينك كناتنا التانية فأول تعليق على الفيديو ادخل واخد العلاج اللي انت محتاجه وقللي رأيك في الكومنتات على كرائتنا النهار